بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باسوهيب خلال لقاءاته في العاصمة المؤقتة عدن مع مدراء وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في بلادنا بحث خطة برامجها وتدخلاتها المقررة في العام الجاري وتطرق لقاء الدكتور باسوهيب مع مدير منظمة الناس في حاجة للطوارئ في العالم مارك مستاميس ومدير المنظمة في اليمن أرسلان مالك إلى مشروع المساعدة المستدامة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة للسكان المضيفين والمتضررين في بلادنا المنفذ من قبل المنظمة في مدينتي الحبيلين والحوطة بمحافظة لحج فيما ركز لقاء باسوهيب مع رئيسة منظمة يمن آيد سمر اليافع على خطة المنظمة وتدخلاتها في مجالي الصحة والتعليم وإعداد تقرير حول الاحتياجات من المشاريع في عدد من المحافظات ولا سيما المشاريع المستدامة وآليات الإشراف على تنفيذها وأنا كما ناقش باسوهيب مع ممثلي منظمة أكسفام في عدد تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في التدخلات الإغاثية الجاري تنفيذها خلال العام الجاري أو الحالي وأكد نائب وزير التخطيط على أهمية توسيع خارطة البرامج والنطاق الجغرافي في خطة تدخلات المنظمات لتشمل مناطق ومحافظات أخرى من أجل تلبية احتياجاتها من المشاريع التنموية والخدمية خصوصا في مجال المياه وذلك وفقا للمتاح ترجمة نانسي قنقر